السلام عليكم شباب معاكم علاوي من قناة GKTV ومقطع عن 10 أسرار ومزايا مخفية بجهاز البلايستيشن 5 الحلو بجهاز البلايستيشن 5 هو أن يوفر الكثير من المزايا اللي تسهل استخدام الكونسل لكن بعض هاي المزايا تكون مخفية أو غير واضحة لذا بهذا الفيديو راح أستعرض بعض من النصايح والحيال المخفية اللي تتمنى لو كنت تعرفهم من زمان وراح أقسم المزايا الفئتين الأولى راح أسميها استخدام سهل لتجربة أفضل والفئة الثانية راح أسميها الدخول السريع إذا تريد تلعب بهدوء وبخصوصية بدون ما تنزعج بدعوات البارتي والرسائل إلى آخره اعمل هاي الخطوة المرة القادمة عندما تشغل جهاز البلايستيشن 5 اضغط على زر الأوبشن واختار وضع الأوفلاين هذا الخيار راح يخفي تسجيل دخولك وأيضا راح يحضر أي دعوة قادمة من الأصدقاء جهاز البلايستيشن 5 يحتوي على ميزة رهيبة لمنع الحرق فإذا صاحبك من النوع اللي يحب يحرق عليك اللعبة ودائما يرسل لك صور ومقاطع لمهمة أنت بعدك ما وصل لها من الأفضل أن تروح للإعدادات وبعدها تدخل القائمة Save Data on Games وتنزل القائمة Spoiler Warnings وتفعل هذا الخيار اللي راح يعطيك تحذير في حال اجدتك رسالة تحتوي على حرق من الحركات اللي تعطي خصوصية مع العاب الأونلاين واللي اعتبرها جدا مهمة هي كتم المايكروفون عند تسجيل الدخول لجهاز البلايستيشن 5 من العدادات روح للساوند وبعدها للمايكروفون وانزل على هذا الخيار لتغيير حالة المايكروفون إلى الميوت عند تشغيلك للجهاز ميزة تفيدك في حال نسيت تغلق المايك وانت قاعد مع أهلك بحيث توفر لك خصوصية وبنفس الوقت ما تزعجلي معاك بالأصوات اللي التقطها المايك إذا كنت مشترك بخدمة بلايستيشن بلس الجديدة الأكسترا أو البريميوم شي أكيد راح تنزل مجموعة من الألعاب وتصبح الصفحة الرئيسية للألعاب متغيرة باستمرار وحتى تختار ألعابك المفضلة وتثبتهم بالهوم بيج بحيث تلقاهم موجودين دائما وجاهزين للعب كل ما عليك هو أن تقف على اللعبة وتضغط زر الأوبشن وبعدها تنزل تفعل خيار كيب إن هوم بهاي الحالة راح تكون اللعبة دائما موجودة بالبداية بغض النظر عن عدد الألعاب اللي راح تلعبها مركز التحكم بجهاز البلايستيشن 5 يعتبر جدا مهم لأن يسهل من استخدام الجهاز لذا إذا تريد الضبطة بطريقة ناسبك كل ما عليك هو أن تضغط على الزر الهوم وبعدها تنزل على الإيقونات وتضغط على الزر الأوبشن وهس راح تقدر تبدل أماكن الإيقونات حسب استخدامك وأيضا تقدر تخفي لبعض منهم في حال ما كنت تستخدمهم ويلا خلين نروح الفئة الثانية أغلبنا يعشق التقاط الصور من على جهاز البلايستيشن 5 وحتى تجعل الأمر سهل ومبسط من العدادات روح لكابتشورز أند برودكاست ومن قائمة الكابتشورز ادخل على خيار الشورتكات ومن هنا غير للإيزي سكرينشوت حتى تأخذ السكرينشوت بضغطة زر بدلا من أن تبقى ضغط عليها لفترة طويلة وإذا تحب ترسل اللقطات اللي أخذتها لجوالك أرجع لقائمة الكابتشورز وبعدها انزل وفعل خيار الأوتو أبلود الخطوة البعدها من جوالك لازم تسجل الدخول لتطبيق البلايستيشن وبعدها تروح لهاي الإشارة وهسه روح للكابتشورز ومن هنا راح تتمكن من وصول لجميع اللقطات السكرينشوت ومقاطع الفيديو اللي أخذتها بجهاز البلايستيشن 5 طبعا تقدر تحملهم على موبايلك وتشاركهم بالطريقة اللي تعجبك من الميزات اللي تعتبر جدا رهيبة هي الدخول السريع لأي مهمة تعجبك بشكل سريع وبضغطة زر كل ما عليك هو أن تقف على اللعبة وتنزل للأكتيفيت كارت وتشغل المرحلة أو المهمة اللي ناوي تلعبها ميزة حلوة راح تأخذك بشكل مباشر للمهمة اللي اختاريتها طبعا هالخاصية متوفرة فقط مع بعض ألعاب البلايستيشن 5 العشاق ألعاب التختيم وصيادي لتروفي إذا ضغطت مرتين على زر الهوم من داخل اللعبة راح تظهر لك هاي القائمة من خلالها راح تقدر تدخل على قائمة المهام المطلوبة منك لتحقيق التروفي وطبعا تقدر تثبت القائمة على إحدى جوانب الشاشة في حال كنت شديد النسيان وأيضا من خلال النقر مرتين على زر الهوم راح تقدر تدخل على البارتي شات في حال كنت داخل بأحدى المجموعات حركة إجوز تعرفوها لكنها جدا حلوة عندما تبحث عن لعبة محددة وتيجي تكتب اسمها باستخدام الكنترولر الأمر يصبح ممل لأن ياخذ الكثير من الوقت أكو عدة خيارات تقدر تستخدمهم يسرعون من عملية الكتابة أولهم من الديبات تقدر تستخدم الديبات كماوس بات فقط مرر مؤشر على الحرف وأنقر للأسفل للكتابة الطريقة الثانية أضغط على R3 والL3 بنفس الوقت وحرك الجويستيك لتحديد الحرف ومن ثم أضغط على X للكتابة وأسرع طريقة أشوفها هي استخدام المايكروفون طبعا الأوامر تكون باللغة الإنجليزية أخيرا إذا حاب تزوم على منطقة محددة بالشاشة كل ما عليك فعله هو أن تروح للإعدادات وبعدها لقائمة l'accessibility ومن display and sound روح للزوم وفعل هذا الخيار حاليا إذا ضغطت على زر البلايسيشن والمربع بنفس الوقت راح تفتح زوم وإذا تريد الزوم أكثر اضغط مرة ثانية وثالثة إذا حاب تبقيها بهذا الشكل اضغط على X وإذا حاب تلغي وضع التكبير